وصفة العصبان منين جد وشن سبب تسميتها لكل وصفة حكاية وانا رح نقول لكم علي فيها العصبان هي وصفة تاريخية جد من ورها حروب ونزوح شعوب كاملة واليوم حنشوف مع بعض كيف وصلت لليبيا تدريجيا وشن سبب تسميتها العصبان وصفة طلعت من الدولة اسكندينفية وبالتحديد من شعوب الفايقنج وكان اسم الوصفة الكوياراس وليم يعرف شعوب الفايقنج خلي نقول لكم عليهم الفايقنج غزاء وقراصي نجو من شمال اوروبا يعني من الدول اسكندينفية وبدو غزو شرق اوروبا وبعدين غرب اوروبا ووصلوا لامريكا بحرا قبل حتى كولومبوس وكانت هذه الفترة بين سنة 793 و 1066 ميلاديا وكانت هذه الفترة مسمينها بعصر الفايقنج وكانوا مش مخليين لا أخضر ولا يعبس لكن من هما وعلاش الغزوات هذه كلها الفايقنج شعوب جرمانية نروردية ونعرفوا أيضا بالثورتمان وتعني الشماليين يلي هما الدنيمارك والنرويج حاليا عايشين كانوا على الراعي والزراعة وكانوا ماهرين بالحدادة وبناء السفن والإبحار ولكن في أسباب ونظريات لتفسير غزواتهم ورجحها أن الطقس كان قاسي وبارد اشتاح بلادهم وكان مناحهم تماما من الزرع وتربية المواشي فهاجموا المناطق المجاورة لهم بدافع الجوع والسرقة وهاجروا هجرات عشوائية فكانوا لم يهاجروا نساء الفايقنج كانوا ياخذوا في قطعة من اللحم وتحشيفة مع المواشي لحفظه لفترة أطول أثناء الهجرة أي ما يعرف بوقتنا الحالي المرقاز أو النقانق وكان بداعي التوفير كان يزودوا في أنواع من الحبوب حتى لا يتم استهلاك اللحم يلي عندهم بدول الفايقنج غزواتهم في أوروبا بداية من القرن الثامن وكان هجومهم دموا يلاول على كنيسة لندس فارن بشمال إنجلترا وصفهم ترات الإنجليزي بأنهم قوم هميجيين ودمروا الكنائس والشعوب بالنهب والدبح وكانت الكنائس يوغتا في بريطانيا هدف سهل لأنها كان مخزون للدهب والطعام والملابس قاعدوا بالطريقة هي لحد ما وصلوا للأندولس حاليا وخاضوا معرقة قوية سميت بمعركة تابلادا سنة 885 ميلاديا بقرب من إشبيليا إسبانيا حاليا يلي انتصر عليهم المسلمين اللي كانوا حاكمين للأندولس وأجبروهم للتراجع لسواحل إنجلترا لما هزمهم الملك إنجلترا هارولد جوتنستون يلي انتصر على الملك الفايينج النرويجي هاردرادا سنة 1066 ميلاديا وهناك كان انتهاء عصر الفايكينج لكن حكام الأندولس يلي هزموهم كانوا الفايكينج تاركين ماكلتهم يلي هي الكويراس واخدوا منهم الفكرة واستبلوا الحبوب بالأرز وقاعدة تتنقل من أندولس للمغرب العربي لحد ما وصلت لي نحن وطبعا ضفنا عليها الططش متاعنا يلي هي الكبدة وشوية أعشاب ولكن مع هذا كله وصلت لمصر اللي سموها المنبار والفوارخ والموائد في دول الشام ولكن يبقى العصبان الليبي في المرتبة الأولى ومن هنا جت وصفة العصبان ولكل وصفة حكاية وأنا راح نقول لكم عليه فيها ما تنسوش اللايك والشير ومنشن يلي ملعبي في العصبان شكرا